بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أبناء الطلاب في درس التربية الصحية والبدنية أقدمه لكم أنا الأستاذ فهد بن علي القرني نستكمل هذه السلسلة ونستذكر فيها ما تعلمناه خلال الدروس السابقة نستذكر في هذا الدرس قياس أو طرق قياس بعض عناصر اللياقة البدنية فأهلاً وسهلاً بكم أولاً نتحدث عن اللياقة القلبية التنفسية وأهميتها اللياقة القلبية التنفسية من أهم عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وتعرف بأنها قدرة الجهازين القلبي والتنفسي على أخذ الأكسوجين من الهواء الخارجي ونقله بواسطة الدم ثم استخلاصه من قبل الخلايا لإنتاج الطاقة اللياقة القلبية التنفسية متى نطلق على الشخص بأن لياقته القلبية التنفسية جيدة عندما يكون الجهاز القلبي التنفسي قادراً على أخذ الأكسوجين من الهواء الخارجي ومن ثم نقله بواسطة الدم إلى جميع خلايا الجسم للاستفادة منه وخاصة الخلايا العضلية لأخذ الطاقة منه كيف ننمي اللياقة القلبية التنفسية؟ تكون تنمية اللياقة القلبية التنفسية من خلال ممارسة الأنشطة البدنية الهوائية لرفع معدل اللياقة القلبية التنفسية لدى الشخص يكون من خلال الأنشطة البدنية الهوائية الأنشطة البدنية الهوائية تكررت معنا كثيراً وتعرفنا عليها بأنها هي الأنشطة التي تعتمد على الأكسوجين مصدر للطاقة من أمثلة الأنشطة البدنية الهوائية المشي السريع، الهرولة، الجري، ركوب الدراجة، السباحة وغيرها من الأنشطة ذات الوتيرة المستمرة وبجهد بدني دون الأقصى مع التنوع في الأنشطة لرفع الكفاءة القلبية التنفسية الأنشطة البدنية الهوائية ذكرنا بأن الأنشطة التي تعتمد على الأكسوجين مصدر للطاقة من أمثلتها المشي السريع، الهرولة، ركوب الدراجة، السباحة وأي نشاط يعتمد على الأكسوجين كمصدر للطاقة وذو تيرة مستمرة غير مرتفع وغير منخفض عند ممارسة الأنشطة البدنية الهوائية لتنمية اللياقة القلبية التنفسية تكون مدة النشاط من 20 إلى 60 دقيقة بواقع 3 إلى 5 مرات في الأسبوع وتكون الشدة من 60 إلى 90% من ضربات القلب القصوى لرفع اللياقة القلبية التنفسية ذكرنا ما هو النشاط الذي نمارس ونمارس أنشطة بدنية هوائية من 20 إلى 60 دقيقة بواقع من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع وتكون الشدة من 60 إلى 90% من ضربات القلب القصوى طرق أو طريقة قياس اللياقة القلبية التنفسية هناك عدة طرق الطريقة الأولى طريقة مباشرة تكون من خلال المختبر وتكون بتعريض المفحوص إلى جهد بدني متدرج حتى الوصول إلى درجة من التعب على جهاز السير المتحرك حيث يتم قياس غازات التنفس ونشاهد في الصورة أمامكم هذا الجهاز في المختبر لقياس استهلاك الأكسوجين الطريقة الأخرى هي طريقة غير مباشرة وتكون في المينان من أهمها قياس الزمن اللازم لغطع مسافة محددة جري ومشي 3 كيلو متر لكن أنسب الاختبارات لفئة الشباب هي اختبار جري ومشي 1200 إلى 1600 متر نقيس اللياقة القلبية التنفسية بطريقتين طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة الطريقة المباشرة تكون في المعامل الجاهزة والمخصصة لقياس غازات الأكسوجين بتعريض المفحوص إلى جهد بدني ومن ثم أخذ غازات التنفس خلال هذا الجهد وتحليلها من خلال جهاز الحاسب وإخراج النتائج لمعرفة اللياقة القلبية التنفسية لديها الطريقة الثانية طريقة ميدانية غير مباشرة بإخضاع المختبر إلى قطع مسافة مسافة محددة مشي وجري وأفضل مسافة لفئة الشباب هي من 1200 إلى 1600 متر يتم حساب الزمن لقطع هذه المسافة نتحدث الآن عن القوة العضلية القوة العضلية هي قدرة عضلات الجسم على إنتاج أقصى قوة أثناء انقباض عضلي إرادي ولمرة واحدة من العناصر التي نقيسها في درس التربية الصحية والبدنية القوة العضلية القوة العضلية هي قدرة عضلات الجسم على أن تنتج قوة لأقصى حد لها ولكن لمرة واحدة طرق تنمية القوة العضلية تطور القوة العضلية بعدة طرق واحد الإنقباض العضلي الثابت ويكون من خلال دفع الحائط كما نلاحظ في الصورة أمامكم لتنمية القوة العضلية هناك عدة طرق الطريقة الأولى هي طريقة الإنقباض العضلي الثابت نستخدم معه تمرين دفع الحائط من وضع الثبات يتم دفع الحائط وإعطاء العضلات أقصى قوة لديها لمرة واحدة ومن ثم ترك الحائط هذا التمرين من الوضع الثابت يساعد على تنمية القوة العضلية الإنقباض العضلي المتحرك كما نلاحظ في الصورة يتم من خلال وزن أو ثقل خارجي يتم رفعه وإعطاء أقصى قوة عضلية ومن ثم إنزاله الطريقة الأخرى لتنمية القوة العضلية هو الإنقباض العضلي المتحرك من خلال وزن أو ثقل خارجي بحمل هذا الوزن وإعطاء كل عضلات الجزء أو الجسم أقصى قوة لديها لمرة واحدة الطريقة الثالثة من خلال الإنقباض العضلي المتحرك الثابت ويكون بأجهزة خاصة نشاهد في الصورة جهاز التدريب الثابت والمتحرك حيث أن المختبر يجلس بوضع ثابت ثم يتعرض لجهد بدني متحرك ويتم تسجيل هذه النتائج على جهاز الحاسب لمعرفة القوة العضلية وكذلك لتطويرها لدى هذا المختبر ويمكن أيضا تطوير القوة العضلية من خلال رفع الثقل أو مقاومة معينة بواقع الشدة من واحد إلى ثلاث مرات كمجموعة واحدة التكرار من ستة إلى ثمان مجموعات المدة من اثنان إلى ثلاث مرات في الأسبوع يمكن تطوير القوة العضلية بوصفة النشاط البدني وصفة النشاط البدني التي تحتوي على الشدة والتكرار والمدة وتكون برفع ثقل خارجي لتطوير القوة العضلية كيف نقيس القوة العضلية؟ أولا من خلال جهاز قياس القوة وهو أن يقف الطالب ويمسك الجهاز بقفضة اليد المفضلة بجانب الجسم وغير ملاسق له ثم يقوم بالضغط على الجهاز لإخراج أقصى قوة ممكنة ويتم مقارنة كلتا اليدين مع بعضهما نلاحظ في الصورة كيفية قياس قوة القفضة والجهاز الخاص بهذا القياس جهاز قياس قوة القفضة هو جهاز إلكتروني فيه شاشة إلكترونية ومقبض يتم إمساك هذا المقبض بجانب الجسم ومن ثم إعطاء أقصى قوة حتى تعطينا هذه الشاشة الإلكترونية قراءة القوة العضلية يتم مقارنة كلتا اليدين أو القوة في كلتا اليدين الطريقة الثانية اختبار القوة العضلية ميدانيا عن طريق اختبار ثني الذراعين في وضع الإنبطاح المائل كما تشاهدون في الصورة أمامكم الاختبار الثالث هو اختبار القوة العضلية ميدانيا عن طريق الشد على العقلة إلى أعلى أولا يمكن استخدام جهاز قياس القوة العضلية ميدانيا يمكن استخدام ثني الذراعين من وضع الإنبطاح المائل عدد المرات ويتم فيها قياس القوة العضلية الطريقة الثالثة كذلك ميدانيا من خلال تمرين الشد على العقلة وحساب عدد المرات التي يمكن تأديتها قياس القوة العضلية في درس التربية الصحية والبدنية يكون من خلال اختبار ثني الذراعين من وضع الإنبطاح المائل في درس التربية الصحية والبدنية نقوم بقياس القوة العضلية للطلبة يكون ذلك من خلال تمرين ثني الذراعين من وضع الإنبطاح المائل يتم حساب عدد المرات التي يمكن النزول فيها والصعود واختبار القوة العضلية نحتاج إلى أرض مسطحة كذلك نحتاج إلى ساعة إيقاف وعداد ونقوم بحساب عدد الخطوات الصحيحة نسعى خلال درس التربية الصحية والبدنية كما ذكرنا سابقا إلى رفع هذا الرقم خلال العام الدراسي نتحدث الآن عن قوة عضلات البطن وقياس قوة عضلات البطن يندرج تحت التحمل العضلي فما هو التحمل العضلي؟ هي قدرة الفرد على إنتاج قوة دون القصوى بشكل متكرر ولفترة زمنية معينة التحمل العضلي أو الجزء الخاص من هذا التحمل قوة عضلات البطن هو قدرة الفرد على إنتاج قوة دون القصوى لمرات متكررة طرق تطوير التحمل العضلي لدى الفرد يتم تطوير التحمل العضلي بعدة طرق من أشهرها اختبار الجلوس من الرقود تكون الركبتان مثنيتان واليدان على الصدر أو خلف الرأس لكي نطور التحمل العضلي هناك بعض التمرينات التي نستخدمها لهذا التطوير تطوير التحمل العضلي أو قدرة عضلات البطن يكون من خلال تمرين وضع أو الجلوس من وضع الرقود وتكون اليدين خلف الرأس أو على الصدر كذلك تتم من خلال رفع الثقل معين بشدة من 12 إلى 20 مرة كمجموعة واحدة وتكرار من 3 إلى 4 مجموعات والمدة من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع يمكن تطوير التحمل العضلي بوصفة النشاط البدني لتطوير التحمل العضلي بشدة من 12 إلى 20 مرة كمجموعة واحدة والتكرار من 3 إلى 4 ويكون من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع طرق قياس قوة عضلات البطن في درس التربية الصحية والبدنية نحتاج إلى بصاط تمرينات وساعة إيقاف بعد الإحماء يكون الوضع الابتدائي للمفحوص هو الرقود على الظهر مع ثني الركبتين وتقاطع اليدين أمام الصدر ويقوم الزميل بتثبيت رجلي زميله على الأرض وعند إشارة البدء يقوم المفحوص بثني الجذع للوصول لوضع الجلوس ويكرر الأداء لأكبر عددين ممكن خلال دقيقة واحدة التسجيل يتم احتساب المحاولة صحيحة في حالة الثني الكامل وملامسة الركبتين والمرفقين ثم الرجوع لوضع الرقود الكامل مع بقاء اليدين على الصدر ولا يسمح بالارتداد عن الأرض نقيس قوة عضلات البطن في درس التربية الصحية والبدنية من خلال تمرين الجلوس من وضع الرقود نحتاج إلى بساطة تمرينات بعد الإحماء يقوم الطالب بتثبيت زميله أو قدمي زميله على الأرض ويقوم هو ببدء التمرين يتم حساب عدد المرات التي يمكنه أداء التمرين فيها أو الجلوس من وضع الرقود بشكل صحيح ولا يسمح بالارتداد من الأرض يتم أخذ هذا العدد والعمل على تطويره أثناء العام الدراسي في دروس التربية الصحية والبدنية نتحدث الآن عن عنصر المرونة وهي قدرة المفصل أو مجموعة من المفاصل على العمل خلال مدى حركي كامل تبعاً لنوع المفصل وتعد المرونة عنصراً مهماً للتميز في كثير من الألعاب الرياضية مثل الجنباز نلاحظ أن نقص المرونة يعد عنصراً مساهماً في وقوع الإصابات المختلفة كالتمزق العضلي المرونة تعتمد على المفصل كلما كانت حركة المفصل تبعاً لنوع المهارة أو الحركة على مدى حركي كامل كانت أو نطلق عليها المرونة وهي مهمة في النجاح في كثير من الرياضات نقص المرونة يعني نقص الأداء ارتفاع المرونة يعطينا أداءً جيداً في المهارات الرياضية العوامل التي تؤثر على المرونة النمط الجسمي زيادة الوزن أو نسبة الشحوم في الجسم الجنس كذلك بين الذكر والأنثى هناك اختلافات في المرونة العمر كلما كان العمر أقل كانت المرونة أعلى وكلما كان العمر أكبر كانت المرونة أقل طرق تنمية المرونة يتم تنمية المرونة بعدة طرق تمرينات الإطالة الساكنة إطالة العضلات ببطء ثم الثبات لفترة قصيرة كما نشاهد في الصورة أمامكم وكذلك من خلال تمرينات الإطالة الحركية إطالة العضلات بالدفع كالمرجحة والحركات الارتدادية كما يحدث في الجنباز ونفضل تنمية المرونة من خلال تنمية الإطالة الثابتة أما تنمية المرونة من خلال الإطالة المتحركة ودفع العضلات والمرجحة يجب أن يكون تحت إشراف مدرب مختص طرق قياس المرونة في درس التربية الصحية والبدنية نحتاج إلى صندوق المرونة كما هو موضح في الشكل يؤدي جميع الطلاب تمرينات الإحماء والإطالة اللازمة ثم يجلس الطالب بشكل طولي والركبتان مفروضتان مواجهة الصندوق تماما ثم يمد الطالب كلتا اليدين متقاربتين ويدفع القطعة المتحركة على المسطرة لأبعد مسافة ممكنة ويكون الدفع ببطء وبدون دفاع نقيس المرونة في درس التربية الصحية والبدنية من خلال صندوق المرونة صندوق مربع الشكل بارتفاع 40 سنتيمترا وطول 40 سنتيمترا ويخرج عن سطحه مصطرة بطول 40 سنتيمترا يجلس الطالب بعد الإحماء وعملية الإطالة تكون راحة قدميه على الصندوق والركبتان مفروضتان ويطلب منه الانثناء إلى الأمام ودفع المسطرة أو العلامة التي تكون على المسطرة فوق صندوق المرونة إلى أبعد مدى يتم أخذ هذا القياس والعمل على تطويره خلال العام الدراسي في دروس التربية الصحية والبدنية كان هذا درسنا اليوم استذكرنا فيه ما تعلمنا سابقا عن قياس بعض عناصر اللياقة البدنية اللياقة القلبية التنفسية والقوة العضلية والتحمل العضلي والمرونة تعرفنا على هذه العناصر بشكل مختصر وكيف يمكن تنمية هذه العناصر وأخيرا تطرقنا إلى طرق قياس هذه العناصر في درس التربية الصحية والبدنية أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته